كبير مننا بيعتبر فترة العيد استراحة من الحمية الغذائية كلمة لهيك مثل ناكل المأكلات اللي كنا محرومين مننا منذ ما نعرف قدية الوحدات الحرارية اللي عم تدخل على جسمنا وإذا كنا عم نعتمد نظام غذائي صحي أو لا كلمة لهيك حبينا من برنامج بيروت نسلط الدوق مع أقصائية التغذية ماريبال حرب على هيد الأمور بداية توقفنا مع ماريبال عند موضوع الفطور فبرأيكم شؤالتنا كتير مهم نعرف قدية عم ناكل وحدات حرارية خلال اليوم العيد وكيف فينا نكون عم ننتبه على صحتنا ونظامنا الغذائي إذا بنا نحسب إذا من العويد نكون عم نتروق منقوشة أو كنافة لازم نعرف إنه نحن بس على الترويئة عم نفوض تقريبا ألف وحدة حرارية هيدا إذا ما أخدنا منقوشة المشروحة مع أكسترات شيز أو إذا ما أخدنا الكنافة مع زيادة قطر فمهم نكون عم نعرف قدية عم نتناول وحدات حرارية بس على الترويئة ومما إنه خلال هيدا الفترة بتكتر للزيارات يلي منقوم فيها أكيد سألناها عن الحلوة يلي منتناولها سواء كان المعمول أو حتى الحلو العربي بنرجى إذا كف نهارنا بين الزيارات ومعايادات مثلا إذا ضيفنا الحلو العربي أو المعمول المعمولة حسب أكيد كبرى بتتراوح بين 170 و 230 وحدة حرارية أما بالنسبة للحلويات العربية فكمان هيدا الشيء بيختلف حسب كبرى القطعة وقدية فيها قطر إذا هي مقلية أو لا ولكن يفضل نكون عم نتناول قشية نية اللي فيها لو فيها أشطة مثلا حلوة الجبن القطايف بلا ما نكون عم نزيد كميات كتير عالية من القطر عليها وبلا ما نكون عم نخدها مقلية كمان بالأعداد والصهرات والأرييلة في عنا دايما تلقمش يعني لتشيبس البزر بزورات مهم نعرف إنه مثلا كل كاس من البزر بتحتوي تقريبا على 700 وحدة حرارية لتشيبس أيضا بيحتوي على كمية كتير عالية حسب النوع تبعه يفضل أن نكون عم ناخد مثلا البوب كورن كبديل لقلو أو الخضار أو اللوز الأخضر الفول والبازيلة اللي هي هلأ موسمة أما بالنسبة للغضاء فهي قالت لنا ماريبال أما بالنسبة للغضاء إذا كان الغضاء برات البيت فينا نكون عم نتناول من المازات اللي عم ناخدها اللي موجودة ولكن نكون عم نخفف من كمية الخبث فيها نكون عم ناكل بالملفوف بالخاس أو بالشوكة حتى وهنجرب ما نكون كمية الأكبر من المازات اللي عم ناخدها هي إشياء متبلة ومقلية مثل القصبة مثلا أو اللحمات المتبلة فينا نكون عم ناخد اللحمات المشوية الحموس المتبل نكون عم ناخد رقاءات سنبوسي كبه ولكن نقع صنف أو صنفان مننا لنكون عم نتناولهم لأنه بالأغلب هنه حيكونوا مقليين وأكيد اتطرقنا معلم ماريبال لموضوع المشروبات فبرأيكم شو قالت؟ كمان لازم ننتبه على المشروبات اللي مناخدها يعني مثلا إذا كنا عم ناخد كوكتيل الكوكتيل فيه يوصل الكالوريز تابعه أو الوحدات الحرارية للألف كالوريز أسعى عم نحكي زيادة عصر وأشطى وقلوبات والأفوكا يعني غير الموز والإفراز الموجودين وفينا نكون عم نتناول كبادير العصائر عصير الجزر الليمونادة عصير الليمون لو بيحتوي على كمية من الوحدات الحرارية ولكن هيك بنكون عم ناخدهم باعتدال وكان من اللافت أنه ماريبال حرب بختام حديثة معنا حبة الدق نقوس الخطر وتعطي بعض النصائح الغذائية بهذه الفترة لازم نعرف أنه أول أيام العيد منه فشة خلق أو بس أنه بدنا كأنه ننتقم من الحرمان اللي كان موجود عنا خلال شهر رمضان المبارك لأنه هيدا الشي حيصير في عنده ردة فعل عكسية على جسمنا يعني إذا بلشنا نهارنا بكمية كتير عالية من الدهون والحلويات والسكر والكافيين هذا الشي حيصير في يسبب لنا انزعاج كتير كبير بالمعدة وإذا كنا أشخاص منعاني من مشاكل صحية خاصة الضغط والسكر هذا الشي حدغري يعمل صايد إفاكت سريع على جسمنا فمهم أنه نكون عم نفوت شوي شوي أيضا للأشخاص اللي يدغري بيتروقوا فول وحمص مهم ينتبهوا من مشلة النفخة والغازات إذا كنا عم يتناولوها بكمية كتير كبيرة بعد شهر من الصوم المتواصل مهم أنه نكون الأيديل أو المفضل أنه نكون عم نعمل ناخد التمر الصباح مثل ما كنا عم نكسر الأفطار مع الماء ننطر شوي نرجع ناخد الترويقة تبعنا وأول فترة إذا نحنا منزعج نكون الترويقة خفيفة يعني فينا نكون عم ناخد لبنة بيد مسلوق قصص ميزات مع خبز ولكن بكميات معتديلة هيك كمان ما بنكون عم ناخد كمية عالية من السكر والعجين الصبح وأخيرا الأشخاص اللي بياخدوا بتناولوا الأدوية مثل ما أول شهر رمضان قلنا أنه لازم نغير الدوز نزبط التوقيت ونستشير الطبيب كمانا هلأ مهم نستشير الطبيب لنعرف كيف فينا نرجع نتناول الأدوية بطريقة ما كتير أسيرة على جسمنا خاصة للأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل صحية مزمنة